بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان أسباب الثورة لو جينا عرفنا الثورة هنقول هي عملية ديناميكية تتميز بالانتقال من بنيان اجتماعي إلى بنيان اجتماعي آخر والسمى اللي بتميزها هي انتقال السلطة إلى الطبقات الثورية لو جينا بقى نشوف أسباب الثورة هنلاقي ان ما ينفعش نجزم بأسباب محددة لقيام الثورات لأن الثورات عبارة عن إفراز اجتماعي بيختلف من مجتمع لآخر وكل ثورة بتكون وليدة سياق معين ولها أسبابها لكن لو جينا شوفنا رأي أرستو في أسباب الثورات هنلاقي أن أرستو بيشوف أن أسباب أي ثورة بترجع إلى عدم المساواة وعدم الرضا عن الوضع القائم لكن في آخرين بيشوفوا أن أسباب الثورة بيرجع إلى العوامل الاقتصادية والظلم الاجتماعي اللي بينتج عن احتكار قلة من الناس خيرات البلاد وآخرين بيشوفوا أن السبب هو التخلف والقهر والسخط لكن علماء النفس شافوا أن العوامل النفسية اللي بتهيئ أذهان السوار زي وجود الأوضاع الظالمة في المجتمع وإحساس الفرد بالظلم الواقع عليهم هو ده السبب الرئيسي في قيام أي ثورة كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهي الكريم كان معاكم أستاذ هيثم المصري ترجمة نانسي قنقر